أهم ما في القيادة أنا خليتها للأخير واللي هذا يكفينا العبالة يعني يكفينا مؤونة الكلام اللي تكلمنا فيه من أنه الذي يدخن ولا الذي يماشي ناس رديين ولا يستهلك مادة علامية سيئة ويدخل نفسه فيه الحرام أهم منه أن يعلم الذي منذ أن تتفتح بصائره ويبدأ يعي الأمور أن نحن أسرة عندنا مقصد وأننا سائرون في ركب من المؤمنين إلى الله عز وجل لأن الله خلقنا خلفاء لله في أرضه ولذلك نحن أمة نعي كمسلمين قول الله عز وجل وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون فنحن عباد لله عز وجل لنا مقصد ولنا حس اتجاه ونحن سائرون إلى الله فارون إليه شوف لما تحطيها المعاني من صغره يبدأ يحدد اتجاهه يحدد الزاوية اللي يتحرك فيها واختياراته وذوقه وطريقة سلوكه وطاعته وعدم رفع صوته لأنه خضع الآن للمنهج اللي فيه هذا الصبغة هذه الصبغة هذا الذوق هذا الذوق أما بتقصر في إفهامه مقصدنا من هالحياة إحنا ليش موجودين بتقصر فيه بعد ذلك الواجد له الحق أن يختار أي زاوية يقولك أنت ما علمتني أنا والله بروح ذكس صوب المثلية صوب النسوية صوب الحاد صوب تفاهل أنت ما حطيتني ما حطيت لي محددات أصلا أنت مربيني تأكل واشرب وترعاني وقلت لي كيفك فيه ما يختص منهج حياتك كيفك لا 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 أنا أعتقد هذه فيه يصير فيها تأكيد قصص ما قبل النوم تحبيب تشويق نماذج سير صحابة صالحين كذا في النهاية حطيت الرصيفين وحطيت الشارع ما يبقى عليه إلا أن يسلك هذا السلوك